السلام عليكم ورحمة الله معكم معتصم من غناة تغنية الاندرويد في موضوع اليوم هنشرح تطبيق هو من التطبيقات الجميلة جدا الممكن نغير لنا شكل الهاتف تغيير كأننا نحن مستطبين في ويندوز عشرة طبعا البرنامج به العديد العديد من الامكانيات الممكن تقدر تستبيد منا استبادة غصوة في الهاتف وبالشكل كأنك زي ما ذكرت اه مستطب في الهاتف ويندوز عشرة في الهاتف بشكل جميل جدا اه تطبيق مكتمل الركان اذا كان حتى آآ مصاحب للتطبيقات في التطبيق نفسه ممكن بكل سهولة مممكن تسطبله كل تطبيقات بتاع مكروسوط ممكن لكتستخدم في ايلي اليوم التطبيق طبعا بيحتوي على العديد من الخيارات اذا كان من تغيير الخطوط اذا كان من تغيير الالوان اذا كان من تغير آآ اللون التطبيقات يعني به والعديد العديد من الخيارات الممكن تستفيد منها استفادة غصوة في تغيير الشكل الهاتف اذا حبيل الفكرة احبي hättenك اه النظام الشغال به في الهاتف او تغيير شكل الهاتف اتمنى انك تشاهد الموضوع الى النهاية عشان ان نقدر نوصل في غرة البرامج في الهاتف واذا كان زيارة تكنالية اول مرة في القناة نتمنى منك الاشتراك فيها لغناء اللي دعمنا واستمرار اللي قدامنا تقديم المزيد من الخدمات ان شاء الله وبرده بذكر وانبه يا حلوين ياريت تعمل لشير الى الفيديو هذا البنرفع لاصحابكم في الجروبات اذا كان فيها الواطس اذا كان فيها الفيز عشان تدعمونا في الانتشار للغناء فاصل صغير وانا امشي لموضوعنا اليوم طيب زي ما شافينا من نوع عند الدخول لأول مرة طبعا فيه خيار واحد بس يعني تختار المشغل الاساسي اول المشغل انت محتاج له بالنسبة للا تصفح الهاتف ونحن طبعا اخترنا المشغل لدينا اللي هو ويندزة عشرة زي ما شافينا هنا فيه الاسول اه مدينا شريط المهام بالنسبة للا كأنه نحن اه بنصفح الاغتوب او كمبيوتر مصطف في ويندزة عشرة بيقول عديد من الخيارات بيقول عديد من المميزة زي ما شافينا امامنا اه حتى في ازا كان ياتك تنبيهات فيها بتصحر في اللعلة اه للا الاختصارات الموجودة بالنسبة لي الواي فاي او المصباح او التخزين او العرض او المشروع يعني كمية من الخيارات الممكن تقدر استبيد منا استيبادة غصو بالنسبة للا تصفح الهاتف هنا بالنسبة لي البطاري هنا بالنسبة لي اللالله الصوت هنا بالنسبة لي عرض الهاتف هنا بالنسبة لي الاسماء الموجودة عندك هنا طبعا هنا بغشرة ميقون لي جوجل بليل زي ما شايفين امامنا هنا برضو مدينا علامة ابدا زي ما شايفين امامنا كأنها في هي في الكمبيوتر بنمشي زي ما شايفين او اذا كان الغفلة والتبديل المستخدم او ادارة المستخدم يعني كمية كمية خرابية جدا من اللعدادات في البرنامج اللي ممكن يغير لنا طريقة السبع الهاتف اه بيء عنا طريقة الاخرى ان انا او سابغة للطريقة السابغة ان انا اه متعودين عليها يعني هو تطبيق اه باختلاف توتلي من اي تطبيق لانشر اخر بالنسبة لي اه لانشر ويندوز عشرة هنا مدينا بالنسبة لي الوطع البولات الخلق يعني كمية خرابية جميع من اللعدادات اذا كان انشاء اختصار او انشاء مجد او اضافة القطعة يعني القطعة بوسط من هنا تختار تطبيقات مصغرة في الشاشة الهاتف اه يعني كمية من الاضافات الممكن تستفيد منها استبادة غصوة بالنسبة لي اله هنا برضو حسب التطبيقات ان انا استخدمناها مؤخرا زي ما شايفين اونا ظهرت عندنا في الخيار هنا بنمشي لي اه ابدا زي ما شايفين امامنا ادانا لها بشكل جميل جدا وفيه الخيار ممكن برضو تضيف تطبيقات اخرى اذا كان حبي ان اديني بالنسبة لي التطبيقات بتاعة الميكروسوفت زي ما شايفين هنا ممكن اه تعمل كليك لاي التطبيق ويسهد معك مباشرة بالنسبة لي جوجل بلا وتحمل التطبيق ممكن تستخدمه عادي ما في اي اشكالية في اللاشر زي ما ذكرت في بداية الفيديو خلوه بعد ما عملنا اه شكل دائري بالنسبة لي الشاشة الهاتف زي ما شايفين امامنا يعني ادانا لها بشكل جميل جدا كانوا هنا حاملين لابتوب او نظام ويندوز 10 في اللا هاتف بالنسبة لي الخيارات على يدنا الجميل اذا كان حبي انك تعمل اضافة حاجات او تطبيقات مصخرة اذا كان تطبيقات مصخرة من الداة اذا كان من اخبار اذا كان من تقص اذا كان من مشغل ميوسي حسب الشيء اللي انت عاوزه يصار عندك في الشاشة الاخرى بنجي لالخيار الثاني برضو خلونا ارجع الى الخلوة بنجي لالخيار اللوز زي ما شايفين هنا الوضع للتخصيص بالنسبة لي اذا كان حبي انك تغيير الخلفية تغيير الوان التطبيقات يعني حسب الشيء اللي انت عاوزه بالنسبة لي تغيير الالوان. هنا برضو بدين الفضلات الحول زينكس يعني كمية كمية من الاعدادات فيها البرنامج هنا برضو بدين الاسرة. ادارة الطرق العرضة حساب الميكروسوبتها تطبيقات النظام حسب الشيء اللي انت عاوزه. في الخيار الاخير هنا بدين ابردو ميزة جميلة جدا في البرنامج. إذا كان حبينا سيجل الشاشة إذا كان حبينا نعمل لكتة من الشاشة إذا كان حبينا نعمل عارض بالنسبة للصورة الموجودة عندنا إذا كان حبينا نستمع إلى الميوزيك بدون الحوجة للبحث في الهاتف هنا برضو مشغل للفيديوهات على سبيل المثال ممكن نختار مشغل ميوزيك نختار لنا ميوزيك بس يعني على سبيل المثال اخترنا بنعمل بلاي نظام جميل جدا ممكن تغير بول شكل الهاتف من الطريقة وطبعا بيول عديد من الأمور الممكن تقدر تشتبه لواحدك لأنه إذا كان حبينا نخش في كل قسم سيأخذ منه نظاما كثيرا لكن ستركوا حرية الاختيار بالنسبة للدبط البرنامج في الهاتف أتمنى أن يكون الدرس عجبكم والبرنامج عجبكم تجربوه في الهاتف عشان تغيروا النظام وتصفح في الهاتف من الطريقة الساوغة وأشوفكم في أمان الله اشتركوا في القناة